رفع اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك نائب رئيس مجلس الانتقالي الجنوبي برقية ثانية إلى نائب رئيس المجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المصلحة الجنوبية اللواء دروس الزبيدي بمناسبة الذكرى الستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة وأشار اللواء بن بريك إلى أن ذكرى ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة تعود هذا العام والشعب الجنوبي ما زال يخوض ثورة تحريرية مستمرة في مواجهة احتلال جديد فرض وجوده على الأرض والشعب بقوة السلاح منذ 1994 إلا أن القيادة الجنوبية قد حققت اختراقات سياسية كبيرة على المستويين المحلي والدولي وماضي في خطة ثابتة لتحقيق تطلعات الشعب في إقامة دولته الفيدرالية المستقلة مضيفا أن هذه المناسبة تتجدد في ظل الحرب والمؤامرات على الشعب الجنوبي والوطن وهي الحرب التي تتخذ صورا وأشكال متعددة لا سيم الحرب ضد الإرهاب بشقيه من التنظيمات المتطرفة والماليشي الكهنوتية الحوثية وكذلك حرب الخدمات التي يتم استهداف إرادة الشعب الحديدية من خلالها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر